للمزيد ينضم إلينا من الدار البيضاء رئيس المهرجان وعميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدكتور عبد القادر جونيغاي دكتور عبد القادر مرحبا بك اليوم يكون إزدال الستار على فعالية الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي إلى أي حد حققت هذه الدورة أهدافها برأيك؟ هذه الدورة الرابعة والثلاثين فعلا حققت كل أهدافها المسطرة على كل المستويات فنيا من خلال حضور متميز لمجموعة من الفرق التي تمثل مجموعة من الدول من الوطن العربي من آسيا من أوروبا من أمريكا ومن المغرب علميا أيضا وصل لأهدافه من خلال طرحه لمحور الدورة إعادة إحياء المسرح والمشاركة الفعالة لمجموعة من الأكاديميين والفنانين والمبدعين الذين قدموا آراء وأفكار متميزة حول هذا الإشكال وأيضا أهدافنا وصلنا إليها من خلال الجانب التكوين في المهرجان هذا التكوين من خلال كوننا نضمنا سبعة ورشات تكوين يستفاد منها تقريبا ما يزيد عن 150 طالب وطالبة من المغرب من الوطن العربي ومن آسيا وأوروبا أطرها مجموعة من الأكاديميين والفنانين والمبدعين من الولايات المتحدة الأمريكية من مكسيك من رومانيا من إيطاليا والمغرب بالإضافة إلى مصر وطبعا هذه الأهداف الأهداف العلمية والأهداف الفنية والأهداف التكوينية التأطيرية هي أهدافنا التي تقف وراء المكونات الأساسية للمهرجان لماذا اخترتم موضوع إعادة إحياء المسرح؟ دكتور يعني لماذا اخترتم موضوع إعادة إحياء المسرح كإطار عام لهذه الدورة؟ هل نفهم أن المسرح كان في موت سريري طيلة الفترة الماضية؟ لا يعني ما نأخذه بعين الاعتبار في هذه الدورة هو أنها جاءت بعد أن عرف العالم ما عرفه من تداعيات كورونا التي أدت إلى توقف الفنون بما فيها المسرح وتوقفت حركية الفنون المسرح أغلقت المسارح وتوقفت العلاقة الموجودة ما بين الجمهور وما بين المبدعين لذلك مرت بعض الحجر الصحي بعد ذلك جاءت مرحلة كان الفنانون مطالبون بالتأقلم مع الظروف وبعد ذلك والآن والحمد لله هناك انفراج فكانت الدعوة إلى إعادة خلق المسرح إعادة الخلق طبعا ليس إعادة خلقه من جديد ولكن إعادة إحيائه بعد التوقف الذي عرفه دكتور عبد القادر إلى أين وصل مشروعكم التنويري الذي تأسس على إثره المهرجان من أجل تنمية اجتماعية خصوصا وأن عروضه تنفتح على الأحياء الشعبية للدار البيضاء نعم المهرجان منذ بدايته كان مشروعا مشروعا تنمويا مشروعا تقافيا ولكن مشروعا بأهداف استراتيجية تحاول أن تجعل من التقافة مكونا أساسيا في التكوين وفي التأطير وفي التنمية المحلية لذلك انطلق هذا المهرجان من فضاء صعب ساكنة معينة يتواجد في مكان إلى حد ما هامشي مقارنة مع قلب الضر البيضاء وأخذ على عاطقه هذا التحدي التحدي هو أن يجعل من التقافة والفن مجالا للانفتاح على العالم وفعلا أصبح هذا المهرجان عاملا أساسيا في التنمية المحلية داخل الفضاء الذي يتواجد فيه في عمالة مولاي رشيد أو على مستوى الضر البيضاء كلها حيث أننا فتحنا أبواب هذه المدينة مدينة الضر البيضاء على العالم من خلال دعوتنا باستمرار لمجموعة من الفرق التي تمثل العالم من أقصى آسيا إلى أمريكا إلى كندا إلى أوروبا إلى إفريقيا إلى العالم العربي فهذا الانفتاح من خلال غيوف المهرجان كون وأسس لعلاقة وثيقة ما بين هذا الفضاء من خلال كلية الأدابة العلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء كون علاقة بين طلبتها وطلبت العالم وشباب العالم حيث أنه فتحه عن العالم وأعطاه فرصة التواصل والتفاعل مع كل التقافات وكل الحضارات التي يعرفها العالم والتي تقدم داخل المهرجان من خلال الأعمال التي نستضيفها والتي نقبل أن تقدم أمامنا بلغاتها بتمظهراتها بتقافاتها دون أي حاجز وبدون أي فرض الشيء الذي يفسر طابعه الانفتاحي عن العالم وهذا المهرجان لم يقتصر على عروض فنية في الهواء الطلق أو داخل حرم الجامعة وإنما أيضا هناك نقاشات فكرية حول مستقبل أبل الفنون ما هي أهم المخرجات لهذا المهرجان برأيك؟ ففعلا من المكونات الأساسية في المهرجان موازات مع العروض المصرحية مع الورشات التكوينية للشباب كانت هناك مائدة مستديرة استدعينا لها مجموعة من المفكرين مجموعة من الأكاديميين مجموعة من المبدعين فعلا للتساؤل حول مصير ومستقبل أبل فنون بعد ما عاناه في السنوات الأخيرة وفعلا من مخرجات هذا اللقاء اقتراح مجموعة من الطرق التي من الممكن أن تكون بديلة عن الشكل الكلاسيكي للمصرح حيث إن مجموعة من الاقتراحات تحاول أن تقدم المصرح وتعيد إحياءه بطرق مستغلين ما توفره الآن تكنولوجيا الحديثة من الفيديو من المابين وغيرها من الأدوات الأخرى والتقنيات التي تساعد وتعطي إمكانية التواصل مع الجمهور عن بعد لماذا؟ لأن إلى حد الآن ما زالت بعض القيود القيود الفضائية تباعد وضع الكمامات أو بعض القيود التي ما زالت تقف حاجزاً أمام العودة المباشرة إلى الطريقة الكلاسيكية البسيطة العفوية التي يستعيد فيها المصرح حرارته وحرارته تعتمد أساساً على العلاقة الحميمية التي تجمع الجمهور والفنانين أو المبدعين أو المتواجدين فوق الخشبة هذا التفاعل له أهميته عند أبي الفنون له أهميته دكتور عبد القادر اسمح لي على المقاطعة وباختصار لو سمحت المصرح يحتاج إلى هذا التفاعل في ظل هذه المتغيرات من حولنا في ظل دخول منصات على الخط أين يكمن التحدي للمصرح ربما في المستقبل برأيك التحدي يأتي في رغبة الفنانين والمبدعين إلى البحث عن الطرق لاستعادة توأمهم التاني اللي هو الجمهور محاولات تحاول أن تعتمد كل الطرق كل الأدوات لا نقول بديلة ولكنها مدعمة لإعطاء الفرصة للمبدعين للتواصل المباشر مع الفنانين مع الجمهور عفوا كانت محاولات باعتماد الفيديو باعتماد مجموعة من العروض المصرحية عن بعد مسجلة على اليوتيوب وغيرها ولكنها لكن الفنانين لم يستسيروها استخاءا كاملا حيث إن العلاقة المباشرة الحضورية وجها لوجه كانت دائما رغبتهم وهدفهم لأن هذا هو جوهر وعمق أبي الفنون المصرح شكرا جزيلا لك دكتور عبدالقادر جونيغاي رئيس المهرجان وعميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بن مسيك كنت معنا من الدار البيضاء شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر